النهاردة برضو 51 نادي تطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة لانتخاب مجلس جديد في تطور مفاجئ انتهى الاجتماع الساخن الذي عقد بأحد الفنادق القاهرة ودم قرابة 51 نادي وهم يمثلون أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم حيث قرروا في مذكرة رسمية عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد كرة القدم خلال 15 يوم بعد استفاق هذا الطلب للنصاب القانوني طلب المجتمعون أن يتضمن جدوى الأعمال الجمعية العمومية غير العادية ادخال بعض التعديلات على مشروع لائحة النظام الأساسي للاتحاد وتشكيل لجنة رباعية من أعضاء الجمعية العمومية تتولى عرض ما ينتهي للاجتماع على الاتحاد الدولي لكرة القدم كما طلب المجتمعون بوضع جدوى الزمني للبدء في إجراءات الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد المصري لكرة القدم 51 نادي طبعا من أعضاء الجمعية العمومية قد انتبهم الغضب من جراء التصرفات غير المنضبطة لللجنة المعينة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري مما دعاهم لعقد الاجتماع في محاولة لضبط منظومة كرة القدم المصرية بما يليق مع التاريخ الرياضي للكرة المصرية ظاهر ان احنا هنشوف خلال 10-15 يوم اللي جايين أحداث ثاخنة في الاتحاد المصري لكرة القدم